السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات إنقضت عشر من رمضان نسأل الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم وكل طاعاتكم فيها ويبارك لكم فيما تبقى من أيام شهرنا المبارك هذا معكم دكتورة آمن الضحاك الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات في إحاطة إعلامية جديدة حول الأوضاع الصحية في الدولة ومستجدات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 جمهورنا الكريم وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس بإعداد خطة عاجلة ومتكاملة لرفع إنتاجية وتنافسية قطاع الصناعات الطبية في الدولة فلدينا والحمد لله من القدرات الوطنية ومن الطاقات البشرية والبنية التكنولوجية ما يؤهلنا لتوفير احتياجاتنا الطبية ولتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء وقيادات حكومتنا بتعزيز قطاع الصناعات الطبية ليس فقط لما نمر به الآن من تحدي صحي كبير بل لنكون دائما في مقدمة الدول ذات الجاهزية العالية في التعامل مع الطوارئ والأزمات الصحية جمهورنا الكريم تستمر فحوصات كوفيد-19 اليومية على مختلف شرائح المجتمع وفي كل إمارات الدولة وقد وصل عدد الفحوصات الجديدة إلى 18698 فحصا كشفت هذه الفحوصات عن 567 إصابة بفيروس كورونا المستجد جميعها تتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة وندعو لهم جميعا بالشفاء العاجل بإذن الله يصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة حتى يومنا هذا إلى 14730 حالة تشمل المتلقين للعلاج والمتعافين وكذلك حالات الوفاء السادة الكرام تستمر حالات الشفاء والتعافي والحمد لله إذ نعلن اليوم عن شفاء 203 حالة إصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 2966 حالة إخوتي وأخوتي تشير العديد من الدراسات أن المصابين بأمراض مزمنة ومن يعانون من ضعف في المناعة هم أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ولتدهور الوضع الصحي الذي قد يؤدي في بعض الحالات للوفاء ويؤسفنا اليوم الإعلان عن وفاة 11 شخصاً من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمال الوفيات إلى 137 شخصاً في بعض حالات الوفاء سببها الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها والتي تطورت لمضاعفات جراء الإصابة بالفيروس تغمد الله كافة المتوفين بواسع رحمته وألهم ذويهم الصبر والسلوان نذكركم إخواننا وأخواتنا بأهمية الالتزام والتعاون واتباع الإرشادات الصحية والوقائية السادة الكرام أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي استبياناً لقياس وتحليل الهواقب المترتبة على انتشار الفيروس في الدولة والتعرف على أنماط حياة المجتمع في ظل الظروف الراهنة لضمان استشراف المستقبل واستدامة توفير جودة حياة أفضل لكافة المواطنين والمقيمين ومعنا اليوم دكتورة مون البحر مستشار رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي لإطلاعكم على هذه النتائج تفضلي دكتورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتورة مون البحر من دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي سوف نستعرض معكم بعض من نتائج استبيان الحياة في ظل الفيروس كورونا المستجد كوفيدا 19 ركز هذا الاستبيان على مجموعة من المحاور والمؤشرات سوف نستعرض معكم اليوم أربعة منها فقط وهي وعي الجمهور بالوباء وطرق الوقاية منه والحد من الانتشاره المحور الثاني جهزية المؤسسات في التعامل مع الأزمة ومن ثم محور التلاحم الأسري ومحور التلاحم المجتمعي جمهورنا الكريم أطلقت دائرة تنمية المجتمع هذا الاستبيان في مطلع أبريل لرص المتغيرات والتحديات التي أفرزتها أزمة كورونا على المستوى الاجتماعي بشكل خاص وأيضا لاستشراف الواقع الاجتماعي لما بعد كوفيدا 19 وذلك بهدف صياغة البرامج والسياسات اللازمة لمواجهة هذه التحديات منذ أن أطلقنا الاستبيان يتم تحديث نتائجه بشكل أسبوعي ومازال هذا الاستبيان مفتوحا لرص التغيرات في المؤشرات الاجتماعية المختلفة واليوم سوف نعرض عليكم آخر هذه النتائج جمهورنا الكريم لقد بلغ عدد المشاركين في استبيان الحياة في ظل الفيروس كورونا المستجد اليوم في حدود 44.979 مشارك من تقريبا 193 جنسية مختلفة كانت نسبة مشاركة الإناث تقريبا 52.8% بينما بلغت نسبة الذكور المشاركين 47.2% بالنسبة لمحور الوعي عند الجمهور فقد أفاد تقريبا 90% بين لديهم الوعي الكافي للتعامل مع الفيروس وأن مصدر معلوماتهم الرئيسية هي المصادر الرسمية في الدولة ويرى تقريبا 84% أن تغطيات الإعلام المحلي للجائحة كانت جيدة للغاية وقطت جميع الجوانب المهمة أما بالنسبة لمحور جاهزية الجهات المختصة فقد أوضحت الأرقام أن 93% من المشاركين أفادوا أن إجراءات الدولة الاحترازية خلال الفترة الرهنة كانت سريعة وفعالة كما أنه أكد 90% من المشاركين أن السلطات المختصة قامت بجهود جبارة لمواجهة الوباء وإدارة الأزمة بقوة وثقة بالنسبة للجانب الصحي أشار تقريبا 90% من أفراد المجتمع أن وزارة الصحة وقاية المجتمع والجهات الصحية المختصة عملت على تقديم التحديثات والمعلومات في الوقت المناسب و89% من المشاركين أكدوا أن استجابة المؤسسات الصحية والطبية في الإمارات للأزمة كانت على مستوى عالي من الجاهزية جمهورنا العزيز فيما يتعلق بمحور التلاحم الأسري أظهرت النتائج أو على حسب الردود المشاركين تقريبا 86% منهم أفادوا أن الأزمة ساهمت بشكل كبير في تقوية العلاقات الأسرية وعطتهم الفرصة لقضاء وقتا أطول مع أطفالهم في المنزل أما بالنسبة لمحور التلاحم المجتمعي فقد أكد تقريبا 87% من المشاركين أن مواجهة الأزمة هي مسؤولية الجميع كما أفاد 97% من المشاركين أنه يجب أن يتعاون الجميع مع المجتمع ومع الجهات المختصة لمواجهة الوباء مما يؤكد لنا مدأ الحساس المشاركين بالمسؤولية المجتمعية ودعمهم لكل الجهود الحكومية تقريبا 71% من المشاركين أكدوا رغبتهم في التطوع والمشاركة في مواجهة هذه الأزمة هذه الاستجابات في الحقيقة تعكس لنا التماسك والتلاحم المجتمعي في هذه الظروف الصعبة ولعل المبادرات والمساهمات المجتمعية التي أطلقتها الدولة من كافة الجهات والمؤسسات ومشاركة العدد الأكبر من المواطنين والمقيمين بها له أكبر دليل على هذا التلاحم وفي الحقيقة هذه نتيجة طبيعية فنحن اليوم نجني ما غرسناه من قيم التسامح والاحترام والتآذر المجتمعي اللهم احفظ الإمارات من كل سوء ودم علينا جميعا الصحة والعافية وشكرا لكم الإخوة والأخوات سلامتكم وصحتكم أولوية قصوى لحكومتنا وقيادات وطننا فلنحرص على اتباع الإجراءات الوقائية ولنثق بأن تباعدنا اليوم سيقربنا غدا بإذن الله وثقوا تماما بأن مستقبلا واعدا ينتظرنا جميعا وهذه المرحلة سيتجاوزها وطننا بهمتنا جميعا أدام الله عليكم جميعا غافر الصحة والعافية ودمتم في بيوتكم آمنين